احتفلت كنيسة القديس إيلية للروم الملكين الكاثوليك بجبل الحسين بمنح عدد من أبنائها وبناتها الطلاب سر المناولة الأولى جاء ذلك خلال القداس الاحتفالي الذي ترأسه المطران كير جوزيف جبارة مطران باترا وفلدلفيا وسائر شرق الأردن وشارك في القداس كاهن الرعية الأب مودي هنديلي والشماس الإنجيلي الدكتور مهنة سهاونة وعدد من الراهبات وذوي الأطفال وأشابينهم وأقاربهم وحجد من أبناء الرعية وأكد المطران جبارة في عيضته على وجود علاقة بين القربان الأقدس الذي سيتناوله الأطفال وبين الروح القدس الذي يعطى لنا في سر الميرون